خلينا كمان ناخد مطابعة على هذه الدراسة معانا دكتور شريف جبر أستاذ الأنف والإذن والحنجرة بجامعة القاهرة دكتور شريف صباح الخير أهلا بحضرك معانا وبنتكلم الحقيقة عن دراسة أو بحث كشف عنه باحثون صينيون وأمريكيون أن خمسة أطفال تمكنوا من السمع للمرة الأولى بفضل علاج جيني يعني بيطلقوا عليه أنه علاج ثوري حضرك شايف الكلام ده إزاي صباح الخير يا فندم وصباح الخير على مستمعينك ومشاهدينك الأعزاء هو الحقيقة الخبر ده موجود والدوريات العلمية ابتدت تنشر التجارب دي أنا عايز أوضح بس أنه علاج الجسم لنفسه دي حاجة ابتدت من زمان وابتداها الطب من زمان من بداية اختراع الباكسين أو التطعيمات اللي هي بتحف الجسم على أنه يطلع المواد المضادة للميكروب مثلا يعني دي كانت حاجات مبدئية لكن الحاجات الجديدة أنه ابتدينا نعرف أنه في بعض الأمراض التي يسببها طفارات جينية هو إيه الجين؟ دي حاجة موجودة جوة الكروموزومات اللي موجودة في نواه الخلية وإيه اللي بتتحكم في مصار هذه الخلية يعني ده كأنه الجين ده هو العقل المدبر للخلية تقول لها اعمل الشيء الفلاني أو ما تعملش الشيء الفلاني يعني الخلية ناخد بقى مثال لخلية السمع اللي موجودة في الأذن الداخلية دي بيوصلها صوت يعني بيوصلها اهتزازات بعد كده الجين يقول لها حولي هذه الاهتزازات إلى نبضات كهربائية معينة عشان توصل إلى الموضع في بعض الزمم الجيني الوراثي الجين ده مش موجود أو الجين دوت مختلف فبالتالي ما بتطلعش الإشارة لما يوصل لها صوت إنه وصلي الصوت دوت أو وصلي كهرباء إلى الموضع عايز برضو أفرق ما بين إن واحد عنده صمم جين واحد عنده صمم منذ الولادة طبعا الصمم منذ الولادة ده ممكن يحمل حاجات جينية تفارات جينية ممكن نتيجة بمشاكل في الولادة ممكن زي نقص الأكسجين مثلا أثناء الولادة ممكن لعيوب خلقية ممكن حاجات كده اللي احنا بنتكلم عنه حاليا هو الصمم الجين اللي موجود نتيجة لخلل في الجينز اللي موجودة في خلايا الأزن الداخلية اسمها الخلايا الهدبية في بعض هي أنواع كتيرة جدا من هذا الصمم الجيني بعض هذا الصمم ابتدينا نعرف نوع الجين إيه وتركيبه إيه فبالتالي ابتدت دراسات إنها هذا الجين لو إحنا عملنا التركيبة الكيميائية ديت وابتدينا نحقنها في الأزن الداخلية للأطفال دول الأطفال إنهم طبعا كل مكان بدري كل مكان أحسن قبل ما يحصل ضمور في خلايا المخ اللي بتتلقى هذه الإشارات ابتدوا يحقنوها فابتدى هي هتتحقن إزاي ما هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخزو نواة الخلية هي الفيروس الفيروس اسمه أدينوفيروس فابتدوا يحطوا المادة الكيميائية دي في الأدينوفيروس دا فخلاص هم ضمنين إنه الأدينوفيروس دا هيدخل على النواة الخلية ويوصل هذه المادة الكيميائية فكإني عوضت الجين اللي ناقص ابتدت فعلا بعض الأطفال اللي اتعملت على مراحل سريرية تجريبية ابتدت بعض الأطفال في السلوم يظهروا استجابة سمعية اللي ابتدى يسمع اسم بابا اللي ابتدى يرقص على موسيقى اللي ابتدى وهكذا لكن دكتور الدراسة بتشير إنه إذا النتائج استمرت بهذا الشكل من ثلاث لخمس سنين ممكن يعني ينال هذا الأسلوب أو الطريقة بتنال الموافقة يعني قد إيه هذه العملية معقدة في طلبائها معقدة جدا تبدأ من حتى تشخيص المرض هل يطرى المرض دا هل القفل اللي تولد ما بيسمعش وما بيتكلمش هل دا مرض جيني ولا لأ طب لو جيني إحنا عندنا ألاف الجينات في الأزن ألاف الجينات في الخلية الجين دا عبارة عن كأنه المتحكم في تصرف الخلية في عندنا ألاف الجينات يمكن مئات الألاف من الجينات أنهي جين بالضبط وهل هو الجين اللي أقدر أصنعه ولا لا إذا استمرت التطور بالشكل دوت فهذا المرض القراسي ممكن يعالج بحقن الجين ودي مش بس هتفدنا في علاج الصمم دي ممكن هتفدنا في حاجات كثيرة جدا لأنه في أمراض كثيرة جدا سواء في الأنفو الأزن أو في السمع أو في أجهزة أخرى في الجسم نتيجة لخلل في الجين فده الحقيقة بريقة أمل كبيرة جدا جدا لكل مرضى الأمراض الجينية هل ده كمان لي علاقة بضعاف السمع ولا فقط حالة الصمم هي اللي ممكن يتم علاجها لا ضعاف السمع ليه أسباب كثير جدا 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 منها التهابات فيروسية منها خلل في الدورة الدموية منها دمور العصر نتيجة للذن منها بعض الأمراض اللي بتكتيب الأزن أمراض مناعية أمراض زي تصلب عزمة الركاب يعني ليه أسباب كثيرة جدا جدا طبعا أمراض الأزن الوسطى زي طغب طبط الأزن زي تهابات الأزن الوسطى أسباب كثيرة جدا جدا يعني هذا الألاج لا يتعلق بيها لا يتعلق بيها إطلاقا طب الحيان التجربة والدراسة دي يعني سجلت بعض الأثر الجانبية زي الحمى زيادة طفيفة في خلايا الدم البيضاء قد إيه الأثر الجانبية دي بتعتبر طبعية أو بسيطة بالنسبة لعلاج لحالة الصمم هو في هذه الدراسة فيه اتنين من الأصفال أصيبوا بحمى وارتفاع في كورات الدم البيضاء ودي ما قدروش يفسروها فقالوا يعني حمى بسيطة ورجعت تاني إلى حالتها الطبيعية ودي ما قدروش يفسروها لأنه ما كانش فيه سبب لهذه الحمى ففسروها بأنها بعض الازدهابات العارضة اللي جات في أثناء العملية أو في أثناء الدراسة يعني والله إذا كانت بعض الأثر الجانبية زي حمى أو الارتع بسيط في عدد كورات الدم البيضاء ده تمن بسيط جدا جدا ممكن يدفع لهذا التطور الهائل في في هذه المنظومة التكنولوجية الحقيقة اللي ممكن تغير لي في مجال الطب عامة تاني دكتور شريف جبر أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة القاهرة كنت معنا هاتفيا بنشكر حدرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا